معي من بغداد عبر الأقمار الصناعية دكتور هشام الهاشمي الخبيث في الجماعات المتشددة دكتور هشام مساء الخير استماعت معنا لهذا التقرير من وجهة نظرك ما الذي لم يقله المهاجر وعلى ماذا دلت كعنوين رئيسة غير أنه كان من الملاحظة وما ورد في تقريرنا بأنه لم تشمل أي استراتيجية بالتأكيد هذا الخطاب كان كما وصف خطابا يائسا لم يأتي بالكثير من ما يمكن أن ينتظر في مثل هذه المحنة التي وقع فيها التنظيم هزيمة عسكرية كاملة في العراق وشبه هزيمة في سوريا وأيضا خسارات متلاحقة فيما بقي له من ليبيا وأيضا ضعف واندثار في مناطق أفغانستان وغيرها من المناطق الأخرى تواجد ضعيف ومحدود في الساحل الأفريقي ما الذي لفتك أن في الرسالة؟ حقيقة الذي لفتني أنه كنا نتوقع أن يكون في خطابه مادة خصة الانتخابات العراقية على طريقة هذه التنظيمات الإرهابية في العراق في عام 2005 كان له خطاب بهذا الشأن ثم أبو عمر البغداري كان له خطاب بهذا الشأن وأبو حمزة المهاجر أيضا كان له خطاب في هذا الشأن وأخيرا المهاجر في خطابه الرابع أعطى مادة للانتخابات العراقية يهدد فيها كالعادة العرب السنة لكن هذه المرة هدد العرب السنة وأيضا العلماء والخطباء الشيعة والسنة الذين دعوا إلى المشاركة في الانتخابات وأيضا استهداف المرشحين من كل العراقيين هذا تحول واضح في خطابات هذا التنظيم الإرهابي الذي بدأ يصنف العرب السنة حسب عقيدته التكفيرية يقابلهم ويوازيهم العرب الشيعة وبالتالي لا يرى فرق بين العراقيين كلهم ينبغي أن يستهدفوا في عملياتهم الإرهابية هذه التهديدات أظنها لن تأتي له بالخير الكثير خاصة المناطق المحررة اليوم هم باتجاه الذهاب بقوة إلى الانتخابات وبحسب المؤشرات وردات الفعل التي شخصناها في تلك المناطق الناس عازمون أكثر بعد سماعهم هذه الخطابات وهذه التهديدات أن يتحدى ويذهبوا إلى الانتخابات من هو مع التنظيم سيد هشام؟ كيف ينظر لهكذا رسالة حقيقة؟ هل هو فعلا يغضب ويثور كما يطلب منه؟ أو كيف يعقل أنه يقوم الآن مهاجر بتكفير الجميع؟ يعني لا يستثني أحد هذه المرة؟ حقيقة هذا هو واحدة من التحولات التي قد تشوش على العقيدة التكفيرية لهذه الجماعة الإرهابية وثانيا هناك أيضا بعض التحولات التي ذكرها هو في خطابه دعا الناس من من يؤمنون بهم أو أن صار هذا التنظيم الإرهابي إلى الهجرة العكسية مرة أخرى باتجاه أرض الصراع وهذه خلاف ما دعا إليه هو نفسه في خطابه الماضي خطاب حزيران بالتالي أظن هناك تناقض وهذه ذبذبة وأيضا لا توجد قيادة مركزية تسيطر على مثل هذه الخطابات سابقا كنا نسمع خطابتهم أكثر رزانة وتماسكا من هذا الخطاب هذا الخطاب هو إعلان عدوان واسع على كل من يمثل غير عقيدتهم من يمثل غير الإيمان بهم أيضا في خطابه هذا كان خطابا رتيبا أيضا لم يوجه هذه الجماعات على عدو موحد وأيضا نشاهد هناك تحول واضح من الذئاب المنفردة إلى الذئاب الجريحة هذا تكتيك كأنما يشير فيه أنهم أصبحوا أكثر فشلا وأكثر خسارة وبالتالي ينبغي أن يقاتلوا بطريقة الذئاب الجريحة أي أنهم يقاتلوا الأقرب فالأقرب ويقاتلوا كل من هو بالقرب منهم ممن ليس مؤمنا بالذي يؤمنون به هذا حقيقة هو أخطر ما وجد في خطاب المهاجر عدى ذلك كل ما قاله هو متناقض ويدل على فشلهم ويأسهم طيب كل هذا فقط يعني لا يوجد أي جزئية ممكن أن نذهب بها لتحليل آخر أو لخطة معينة دكتور هشام وكما ذكر بأنه بحزيران يونيو 2017 كان في دعوة لمقاتلة الأوروبيين ب2018 تقريبا يعني بنفس التوقيت يعني قبل بهذا الشهر قبل بشهرين يعني مما حدث العام الماضي بيهدد الجميع ويدعو لمقاتلة العرب والكل والجميع ماذا يعني هذا كحوادث سابقة متعلقة بالجماعات الإرهابية هل نفهم منه شيئا هل ممكن أن نفهم منه شيئا أو نحذر من شيء غير موضوع بسبب هجائم وطبعا وخسائر وعفوا وبسبب ما قلت أنه تحول لذئاب الجريحة حقيقة نعم ننظر إلى الموروث التاريخي الذي استخدمه في المؤسات والتعزية استخدم أكثر من قصة هذه القصص لو تعمقنا في فهمها لو جدنا أن هذه القصص دليل على أن التنظيم الإرهابي أفراده أصبح أقل استجابة لمثل هذه الخطابات وبالتالي هو احتاج إلى ما تعرف بقصص المواسات وقصص التعزية التي قد تحفزهم إلى الاستجابة إلى أمرائهم وقياداتهم وبالتالي أظنهم يعانون من قضية الرتابة والانضباط في القيادة حينما احتاج إلى هذه القصص التاريخية التي قد تحفزهم إلى الاستجابة التي فقدت بين خطاب حزيران 2017 إلى خطاب نيسان 2018 إذنهم يعانون من قضية مركزية القيادة والاستجابة وبالتالي هو لجأ إلى تكتيك ما يعرف بالذئاب الجريحة أنه أقتل كل من هو بالقرب منك ليس مؤمنا بالذي تؤمن به لعلهم يحفزون من لم يستجيب إلى من القصة التي ذكرها المهاجر وذكرتك بأن هنا يتم الاستخدام أو بهذه القصص لأنه تم اليأس بأن لا يوجد استجابة من قبل التابعين لهم لطلباته وأوامره وذكر قصة في الصبر في أضعف حالاتهم مقطعين والكل يشعرون بعدم جدوى الصبر والثبات وإلا سوف تكون المهلكة أنا أشكرك جزيلا بغداد دكتور ريشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة ترجمة نانسي قنقر